اهلا بكم متابعي يلا كورا دفنا النهاردة الفريستايلر يوسف ايمن او الشهير بيورك اهلا بيك على يلا كورا وموسطين بوجودك اهلا بيك انا موسوط جدا انا معاكم النهاردة انا عمسين بقى للفريستايلينج النهاردة او انا اعمل حاجات جامدة ان شاء الله عايز اعرف منك اهم انجازاتك شفتلك طبعا يعني حاجات على التلفزيون مش عايز احرقها انت بقى تحكي لنا عنها في الجود تالنت يعني سواء في مصر او في اسبانيا والله انا في الفريستايل فوتبول الاول الحمد لله كسبت بتوط مصر ستة مرات وبطل عرب في 2014 وبطل عالم في كاتيجري اسمه شوف لو في الفريستايل فوتبول في 2014 ومن احسن 16 في العالم بقى يعني يمكن 3 او 4 سنين و4 ده في البطولات وكده ووصلت برضو لسيمي فاينال في عربز جود تالنت وفي اسبانيا جود تالنت فطبعا عربز جود تالنت مع احمد حلمي حاول يعني جاريك بس معرفش طبعا نلعب مع بعض شوية وكانت جميلة جدا بصراحة وكانت تجربة عجبك يعني مين اللي حسيت اكتر انه كان يعني انتريستنج اكتر في مصر ولا في بتاعة اسبانيا يعني مش مقارنة بالتنين ولكن الاجواء عجبتك اكتر فين والله انا ظهرت الاول في برنامج بتاع اسبانيا جود تالنت هو موضوع عموان ان كان جاي صدفة يعني انا كنت رايح ما اتفرج مع حد صحابي وهم اشوفوني هناك قالوا انت بتاع بتاع مكزة طب انزل فحضرت الحاجة في يوم بصراحة في ليلة يعني بالزبط وروحت تاني يوم عملت العرض وعجبهم جدا ووصلت بي سيمي فاينل بعد كده عربز جود تالنت كلموني قالوا لي احنا عايزين اللي انت عملته هناك تيجي تعمله هنا او تيجي تعمل برد شو فمن هنا جاء الموضوع يعني فروحت بعد كده عربز جود تالنت وانا شاركت بقى دي معلومة ما حدش يعرفها يمكن قوي انا شاركت في اول سيزن خالص لاربز جود تالنت في 2010 ولكن ما حطوش اللقطة بتاعتي تماما يعني كان فيه اختلاف بقى كان عندي سبونسور وما ينفعش سبونسور ده يطلع على التلفزيون حقيقي كده فبس اول سيزن خالص لجود تالنت في الوطن العربي يعني انا كنت حاضر فيه كنت انت اللي فيه يعني دايما مش عرفنا كده يعني عايز اعرف منك دخلت ازاي عالم الفريستايلينج يعني هل بدأت كلاعب كورة وبعدين دخلت تبقى فريستايلر ولا ايه وانا ايه القصة ابتديت ازاي لا انا كنت بحب الكورة جدا وكنت مباهر برونالدينيو وكل الحاجات اللي بيعملها فطبعا كنت بعتمرن حتى على الحاجات اللي هي السكيلز اللي هي بتاعت فريستايلر اللي بيعملها وفاكر برضو ان كده ممكن ابقى لعيب كورة احسن فحتى السكيلز كان بيعملها جوه الملعب وبرى الملعب كنت بعتمرن على كل ده طبعا كنت عايزة بلعيب كورة وزي ما انت عارفة الكورة كومباتيتف جدا ومش اي حد بيقدر يوصل ان هو يبقى لعيب كورة بالذات لو بدأت مثلا في سن 14-15 ده النهاردة باسمه متأخر يعني لازم ان انت عندك سبع سنين ولا ثمان سنين تكون اصلا بتلعب في حد فما ما توفقتش ما كانش فيه نصيب ان نلعب في نادي انا كنت لعبت في نادي في اسبانيا درجة تانية سيزون واحد يعني وبعد كده رجعت عشان الدراسة كان عندي 16 سنة او 17 سنة رجعت عشان ادخل الجامعة هنا واكتشفت بعد كده ان فيه عالم اسمه الفريستايل فوتبول بدأت من خطوة بخطوة عمال بتطور في الموضوع لحد ما اكتشفت ده فيه عالم اسمه فريستايل فوتبول وبطولات ومجال تاني خالص كلمنا عن العالم ده بتاع الفريستايل يعني الناس كانت بتطلعبت وتقول ان دي كورة ده لعب كورة ولكن تطلع عالم كبير يعني عايزك تكلمنا عن العالم ده شوية في حتة انه بدأ امتى او ازاي لانه لانه ليه اصول مختلفة من اماكن كتير فيه اصول من السيرك فيه اصول جاية اصلا من لعب يعني بسموها من حضارات قديمة جدا كانوا بيلعبوها حضارة اسمها تشين لون كانوا بيلعبوها في اسيا كانوا بيلعبوه بحاجة زي الكورة وبيتشقلبوا وبيعملوا بيها حاجات فليه اصول قديمة جدا انما الستايل اللي احنا عارفينه اليومين دول المودرن ده جاي من شوية من كورة القدم فبدايته مع مارادونا لما كان بيسخن في الملعب قبل الماتش كان بيعمل السكيلز والكلام ده فالناس كتير جات انسبايرد من كده من الاعنات بتاعت نايكو وبيبسي وكل الشركات عموما من الشركة معاينة كان بتعمل اعنات في فترة يطلع رونالدين يطلع اتجار ديفيدز يطلع ايريك انتون الناس دي كان بتعمل شوية سكيلز فمن هنا بدأ الفريستايل فوتبول زي ما احنا عارفينه الي هو المودرن بتاع اليومين دول كله كان بيتمرن لوحده ويبدأ يرفع كليبس على الونلاين على اليوتيوب او غيره حتى من قبل اليوتيوب يعني كنا بنحط الفيديوز على ماكن مختلفة ومن هنا بدأ ينتشر واحد واحد بنشوف الفيديو عبارة عن دقيقة او دقيقتين يعني فالناس بتوعب تقولك لا دي حركات سهلة الموضوع سهل احنا بنباسي وخلاصه والموضوع مش محتاج حاجة كبيرة لكن قولي على التمرين بتعمل ايه في التمرين مدته قد ايه تتمرن قد ايه لا الفريستايل فوتبول عبارة عن ساعات كتير جدا من التمرين يعني الموضوع مش مقتصر على ان انا مثلا خمس دقائق او حاجة لا يعني انا بالنسبالي ممكن اكون بدأت اتمرن على الفريستايل فوتبول من 2004-2005 لحد مثلا 2008 او 2009 لحد مبقيت بروفيشنال يعني عدت مثلا ثلاث سنين محدش يعرف حاجة عامني كتمرين وبعدين في 2009 بدأ الكارير بتاعي يبدأ في الفريستايل فوتبول انه بقيت بروفيشنال فريستايلر دخلت بطولات خلت بطول مصر وكسبتها روحت امثلت مصر في بطولة العالم في 2010 كنت من احسن 16 في العالم في الفريستايل فوتبول بدأت انافس في الموضوع كرياضة والصايد التاني اللي هو الكوميرشيل او البزنس بتاعه ان انت بتطلبك شركة تقول لك احنا عايزينك تعمل لنا عرض في المكان ده او عايزينك تعمل لنا اعلان تصور معنا اعلان للمنتج ده وهكذا ده الصايد الشغل النهاردة طبعا الجديد ومش الجديد بقى له فترة يعني هو ده الحضر مش هقول بقى المستقبل اللي هو السوشيل ميديا انه انه اغلب الشغل بقى موجود على السوشيل ميديا احنا عايزينك صور كليب تنزله عندك على الاكاونت وفي المقابل كذا انت هتمثل مصر لا انا بقالي يعني انا طبعا الحمد لله بقيت داخل على ال34 اهو فبقالي من 2009 بنافس فبقالي سنتين يمكن نوقف شوية المنافسات السنة دي كنت بحكم في بطولة العالم مفتوحة وحكمت بطولة مصر فانا دلوقتي اكتر في التحكيم نعم في بطولة العالم دي هكون اكتر كممثل يعني جزء من يعني انا في الاتحاد بتاع الفريستايل انا اللي ماسك مصر فايه هكون موجود كممثل لمصر اهو كسابورت معهم بالنسبة الافريقين الناس ساعت بتشوف الفريستايلر قدام اللعب المحترف مثلا الفريستايلر اللي يلبس بقى كوبري يعمل حاجة فيبقى المهارة بتاعته اعلى واللي ما ايه الفرق ما بين الفريستايلر وما بين اللعب المحترف الفريستايلر فريستايلر زي ما كنت بقولك هو ان انت بتاخد الكرة وبتعمل بيها مهارات بكل جسمك بالجزء العلوي يبقى براسك بكتافك برجليك وانت واقف ده اللي هو اللور بادي وفيه الستينج ده اللي هو انت قاعدة الارض وبتلعب بالكرة وفيه طبعا بين كل ده حاجات سماعة ترانزيشنز ازاي بطلع من جزء من دول للتاني يعني بازاي بتحاول من ان انا واقف لان انا انزل تحت بحركة وفيه اكروباتيك موفز دلوقتي الواحد بيبقى واقف على ديه وبيلعب برجليه حاجات كده الموضوع اشوف بيديوهات وحاولتها اه 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 تعمل بيديوهات تعليمية بس حاولتها عامل برضو صح فالمجال بقى واسع جدا هي الفكرة كلها هو زي ما جاي من الاسم فريستايل هو حركة حرة انت بتاخد الكرة وبتعبر بيها بحرية اللي تقدر تعمله بقى ايه المهارات التي تطلعها بالكرة من غير ما تستعمل ايديك على قد ما تطل فده الفريستايل الفارق بينه وبينه الكرة فارق كبير جدا اللعيب الكرة مش هياخد الكرة ويبدل واقف مكانه نعمل حركات لا هو لعيب الكرة مطلوب منه ان فتنس مختلف عن نوع الفتنس بتاع الفريستايل الفتنس بتاع الفريستايل اكتر وانواقف مكاني فتنس الكرة انا بتحرك 90 دقيقة رايح جاي رايح جاي موضوع تمرينه حتى او تجهيزه البدني مختلف تماما لعيب الكرة مطلوب منه ما يمسكش كرة كتير يباصي على طول يستلم يودي يعني اخره لو هيعمل مهارة بتبقى في جزء من الثانية عشان وتبقى ليها سبب مفيد في الملعب ان انا هرقص عشان اعرف اباصي باصة كويسة او عشان اعرف اجيب جون فالمهارة في الكرة مختلفة عن المهارة بتاع الفريستايل طبعا ده ما يمنعش ان الفريستايلر ممكن يبقى لعيب كرة شاطر بس مش ضروري وما يمنعش ان فيه لعيب كرة شاطرين في الفريستايل بس برضو مش ضروري فيه لعيب كرة ما بتاعفش تنطط الكرة حتى انما شاطرين جدا في الملعب في الاستلام وفي الجاري وفي الباس وتنطيته خفيف يعني وفيه فريستايلرز برضو وحشين جدا في الكرة يعني طبعا ليه حساسية على الكرة يعني يعرف يستلم الكرة كويس ويلمسها كويس انما ما بيعافش تحرك كويس جو الملعب او ما بيعافش يلعب كرة فمالهاش علاقة فيه لعيب كرة شاطرين في الفريستايل والعكس ففي ناس يقولك لا انت فريستايلر يبقى انت بتاعفش تلعب كورة المعلومة دي غلط ما لهاش علاقة تماما وطبعا أغلبنا على الأقل الجيل القديم في الفريستايل احنا شاطرين في الكورة أكتر لأن احنا أغلبنا جينا من الكورة كنا عايزين نبلايب الكورة ويمكن ما كانش فيه نصيب قوي فدخلنا في الفريستايل عشان كده بقولك ان الفريستايلر بيبقى دايما كده المنظر بين ان هو ليه الابر هند عن اللاعب الحريف يعني نعود اتمرأ على المهارة دي أكتر لعب الكورة مركز ان هو يعمل سيزون كويس يبقى الفيتنس بتاعه كويس وانه عنده حاجات كتير أهم من ان هو يبقى حريف أهم حاجة بالنسبة له ان هو يبقى لعيب بيجيب نتائج للفرقة اللي هو فيها مين أكتر حد بتحب تتفرج عليه اذا فريستايلر والله كان فيه ناس كتير في بداياتي دلوقتي كلهم زميلي وكلهم أصحابي انما فيه حد مميز جدا النهاردة هو بطل عالم بقى له 3 أو 4 سنين مستمر وده يعتبر أسطورة في اللعبة عندنا اسمه إيرلند إيرلند ده من نرويج إيرلند كده برضو فهو بالزبط إيرلند ده أسطورة في اللعبة فده من الناس اللي نسموك تدور عليه وتتفرج عليه وهتنبهر جدا أكيد طبعا أكيد حاجة أسطورية يعني في الفريستايل طبعا تا دايما موجود في تجمعات الليجة وبالذات للكلاسيكو قول لي ايه أكتر إيفانت عجبك في الليجة وأنا أصلا بدايتي أنا طبعا أنا مامتي أسبانية وبوايا مصري فأنا نصي أسباني نصي مصري فطبعا كان أنا أشتغل مع الليجة الدوري الأسباني هنا في مصر كانت حاجة جميلة جدا بشتغل معهم يمكن من 2019 أو 2018 عملنا مع بعض حاجات كتير جدا عملنا 2 events عند الأهرامات دايما الكلاسيكو لازم نعمل حاجة جميلة تا كمان في مشروع بتاع الأغنية بتاع من يتحدى أقولين عليها آه عملنا برضو طلعنا في الأغنية دي كانت جميلة جدا الفكرة بتاعتها حلوة ويعني الليجة بصراحة عاملين شغل كويس في مصر وأنا بمبسط جدا بالذات زي ما قولك الرابطة بحتة أن أنا نص الأسباني فبابا مبسوط أن أنا بشتغل معهم ويعني إن شاء الله اللي جاي برضو أكتر معهم يعني عايزك تحكي لي أكتر عن مشروع الأغنية مين يتحدى عايز أعرف منك الكواليس إحساسك كان إيه إيه اللي حصل يعني عايزك تحكي لي كده عن المشروع ده والله كان كان مشروع لطيف جدا إحنا كانت أنا ومعي زميلي برضو جيمي روحنا في مركب خدنا فلوكة يعني في النيل وصورنا فيها شوية حاجات في المصري بقى أيوا حتى مصري لازم طبعا هو خلي بالك إحنا نشغلين مع لليجة في مصر يعني هما بإزاي لليجة ممكن يباليها انتشار في مصر طبعا إنتي عارفة أغلب الناس في مصر اللي بيشجع برشلونا ولي بيشجع مدريد فكل الناس بتفرج تقريبا على الدور الأسباني فحالو إن إحنا نعمل انتشار لهم برضو هنا من الطريق ده وإن هما مهتمين إن هما يوصلوا للمشجعين بتوحهم في مصر فعملنا صورنا في فلوكة وطلعنا فوق سطحهم ومارة وعملنا برضو شوية حاجات لطيفة لأ كانت أجواء بتاعته جميلة إنجل أوه عجبتك الفكرة إن انت جامع ما بين الثقافتين ما بين مصر وأسبانيا وفيه كمان مشروع نعملينه كده فيديو برضو لطيف وبردو فلوكة تاني وشغل إجامة بس مرة دي مع مزيكة فلامينكو كده فعملينه بمناسبة اليوم القاومي بتاع أسبانيا يعني فيعني بروجيكت لطيف برضو عايزين نتكلم عن نصك المصري ونصك الأسباني تولدت فين وعيشت فين؟ لا هو موضوع من لخبط شوية أنا تولدت في السعودية وعدت شوية بعدين جيت هنا مصر وعايش في مصر من ساعتها بس بروح أسبانيا على طول يعني عائلة مامتي في أسبانيا فبروح نزورهم وكده ولكن الأكتر أنا باعتبر نفسي مصري يعني أنا متربي في مصر وعايش أغلب حياتي في مصر يعني فالطباع والكلام ده كله يعني الأغلب مصري يعني واللغتين بالنسبة لك زي بعض تقرأ وتكتب وتتكلم اللغتين زي بعض؟ آآ بكلم بكلم الاتنين وبقرأ أكتب بس يعني الأسباني أضعف سن صغارة من المصري يعني بسموها إيه بحكم الممارسة يعني طبيعي أولا يلا أختبرك بقى أولا أختبريني أولا كتل أختبرين وده بس اللي أعرف يعني جاي عايز أعرف منك إيه أكلك المفضل المصري والأسباني أول ما بتروح أسبانيا أكتر حاجة بتبقى نفسك فيها ووحشاك وطبعا إيه الأكل المصري اللي أنت بتحبه؟ والله في أسبانيا في حاجة اسمها تورتية تورتية دي باتاتاس دي يعني ممكن نقول إن هي شابها العجة شوية بس هي بصراحة حاجة اختراع يعني أنا بالنسبة لي أنصح أي حد يروح أسبانيا يجربها بتبقى نازلة يعني بتتعامل عادة بتاخد أنت جزء صغير كده بيبقى مسلس وبينزل معها حتة تعيش وبتبقى حاجة جامدة جدا بصراحة مشهورين بيها بقى هنا آه جدا وفيه برضو حاجة اسمها إنسالاتية روسة هي اسمها صلطة روسي اسمها كده بس هي أسباني صرف زي لما نقول مثلا فول إسكندراني وتيجي تروح إسكندراني وإليك بش حاجة اسمها فول إسكندراني هو فول بس إحنا مشهور عندنا اسمه كده يعني فده بالنسبة في أسبانيا لا البايا ما بحبهاش بصراحة فعلا؟ هي مشهورة جدا هي دي أشهر حاجة في أسبانيا بس هو يعني أنا مع عمر ما عجبتني وبعدين أنا مليش في السيفود قوي يعني ده حاجة مش كومن اه يعني في ناس بتقول إن أصل الاسم أنت يعرف العرب قاعدوا فترة كبيرة في أسبانيا في ناس بتقول إن أصل الاسم جاي من بقية فهي بقية أكل متجمعة مع بعض هو رز على شوية كذا يعني مكس بين كل حاجة بس أنا مليش فيها بصراحة طب في مصر بقى بتحب إيه؟ والله إيه حاجات كتير يعني يعني منتكلم مع أكل مصري أكتر بامية مثلا رز وبامية مع كباب حلة مع الحاجات دي أنا بالنسبة لي جمدة اه ملوخية يعني يعني الأكل في مصر كتير يعني ما نتوصاش يعني الأكل في مصر كله حل بصراحة بس نتكلم عليه بس الكاليرس بتتلاقي جوعنا خلاص اه بالنسبة لكورة بتشجع مين في مصر ومين في أسبانيا؟ والله إيه أنا طول عمري يعني كنينك بصراحة أنا طول عمري محايد يعني إيه؟ يعني طبعا أنا في البداية كنت بعشاء رونالديني فبشجع أي حاجة فيها رونالديني فكنت بشجع من البداية خالص برشلونة بس أنا كنت أكتر يعني أنا متخيل أن أشجع برشلونة بس أنا مش بشجع برشلونة قوي لأنه حتى لامري مرونالديني ميشي موضوع ما بقاش يعني ما بقاش فارغ معي قوي إنما هي كانت فكرة إن أنا بحب أشوف اللقطات الحلوة اللي في الملعب يعني حتى كان أهم حاجة بالنسبة لي لأنه أتفرج على الكليبس اللي بتنزح على يوتيوب بعد كده اللي مجمع المهارات بتاعة الماتشات أكتر من الماتش نفس يعني لأ طبعا بحب الكرة بس تفرج معي قوي إزاي بتلعبها وإزاي بتلمسها وإزاي اللي لفتت نظرك ده طبعا طبعا إزاي لونالديني كان بستلم الكرة من ظهر ويطلعه قدامه ويكمل إزاي كان لأ لأ حاجات كتير جدا يا موضوع موبر لقطات بقى اللي كان بيطلع فيها زيدان اللي كان بيطلع فيها فيجو اللي كان بيطلع فيها لقطات عموما رونالدو طبعا الظاهرة وبعدين كريستيان رونالدو برضو كان ليه سكيلز حلوة فالناس دي كلها هي اللي حبيباتني في الموضوع من البدايات خالص يعني فده اللي بيشديني أكتر في الكرة حاليا بصراحة أنا نفس الفكرة لو شفت ماتش وفيه مهارة معينة ده اللي بيشدك فبالنسبة للدوري الأسباني يعني مفيش حاجة بصراحة يعني مش هتحك عليك يقولك انا بشجع ريال مدريد أو بشجع عشونا لأ بصراحة أنا بحب كل اللعبة الحلوة ونفس الكلام في مصر من الأول خالص حتى بابا احنا مش اسمع اللوية بس بابا كان بشجع اسمعيلي فأنا مش منتبي للأهلي ولا الزمالك بالنسبة لي اللي بيلاعب حلو كويس واتهرج عليها مبسط إنما مفيش مثلا ايه ده الأهلي والزمالك وانا بداي ان ده كسب وداي ان ده خسر عادي بصراحة اه اريع كتير جدا والموضوع يعني حسه مفيش استرس الموضوع عايز تستمتع بالماتش نفسه بكرة مش فارق معاك بقى مين يكسب او مين يخسر يعني وبالنسبة لي برضو يعني دي حاجة نفسي اقولها للناس التعصب الزيادة مش حلو لا صحيا ولا في اي حاجة وفي الاخر انت مستفيد ايه اللي هي الفرقة كسبة اللعبة دي هي المستفيدة هم خسروا هم برضو المتضررين انت بتحرق عصابك بزيادة في حاجة يعني افهم ان انت تبقى منتمي ومبسوط بس برضو متضايقش قوي يعني لما يحصل على الصحة وعلى الصحاب والعلاقات بين الناس وفي الاخر اصلا اللعبة دي كلهم صحاب مع بعض يعني انا عايز اقولك اعرف ناس كتير جدا خسروا بعض عشان بصي مش هقولك بقى اهلي وزمالك عشان موضوع في حساية كبيرة لا عشان مدريد وبرشلونة طب يا جماعة حتى دي حاجة ما لهاش علاقة بينا يعني 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 وخناقات كبيرة جدا على موضوع ميسي وكريستان ارونالدو او ميسي كذا يا جماعة الموضوع ابسط من كده واهدى من ده فوجة نظري واهدى من كده وميسي ده اسطورة في الكورة وكريستان ارونالدو اسطورة في الكورة وكل واحد ليه تاريخه وليه انجازاته فليه الناسبة لا يعني خلاص انا فاعمل انت تقعد تدافع ميل الاحسن وتكبر في حد بس كما انا نخسر بعض الموضوع صعب بصراحة عايز اعرف منك هل عندك حلم ان انت تعمل اكاديمي عشان تدرب يعني سواء الصغيرين او حتى الكبار ان هما يبقوا فريستايلر يعني كنت بشوف الفيديوهات بتاعتك فيها باشن وديديكيشن رهيب يعني وبتحاول تعلم بالسلو موفمينت كده هل عندك يعني رؤية او عندك حلم ان انت تعمل الموضوع ده؟ والله انا عملت فترة اكاديمي في ودي ديجلا وعملت كمان بعد كده حاجة برايفت وعملت يعني ان هو ايه اه زي برايفت سيشنز كمان فقعدت فترة في الموضوع ده ولكن بصراحة انا اللي شايفه ان اغلب الكلانت اللي بيجي او الناس اللي بيجي عايز تتعلم مش عايز يتعلم فريستايلر عايز يبقى العيب كورة احرف يعني يجي يقول لي ايه انا ابني كذا هلعبه في الحتة الفلانية فعايزك تجهزه ان يبقى احرف فتلاقي نفسك ان انت بتبعد عن الحاجة اللي انت بتحبها وانت عايز تعلمها فاقدر اعلم واحد اه ازاي رقص وعرب بس هي برضو في النهاية مش ده اللي انا عايز اعمله فبصراحة الموضوع وقفته شوية وقررت ان انا اعمله اونلاين بالنسبة لي يشايفه افضل ويقدر يوصل اللي عايز هيلاقي بقى الموضوع يعني اللي بيحب الموضوع زي ما انا بحبه كده هيقدر يوصل لان احنا بدأنا كده بنتفرج على فيديوز اونلاين ونقعد نتمرن نشوف الحركة نبطقها حتى لو ما كانش فيه الامكانية ان اللي بيشرح ما كانش فيه حد بيشرح اواء الناس بتعمل فيديو بس عادي بيعمل فيه حركاته فانت تاخد الفيديو وتعطي بطقه وتشوف الحركة كذا مرة وتركز فيها فهي دي الطريقة الافضل للوصول فانا شايف انه التوتوريالز اونلاين مفيدة اكتر وانا بمسوط وانا بعملها يعني شايف مين دلوقتي من اللعيبة الكورا بيجمع ما بين يعني حرفانة الكورا والفريستايلينج والله انا طول عمري كان اكتر واحد حسه بيعمل ده كان رونالدينيو يبص احنا طول يعني طول ما احنا بنتكلم اه فهو كان من اكتر الناس فصراحة اللي تحسي بيحب حتى الفريستايل يعني تحس ان هو لو كانش خد فرصة بلعيب كرة كان بقى فريستايلر مية في المية يعني بس فيه ناس كتير برضو بتعمل سكيلز حلوة يعني ممكن من الناس الموجودة الاني مور يكون من الناس اللي بتعمل كم حركة كريشتين اونالدو طول عمري بيحب الفريستايل ويتفرج على الفريستايل كمان يعني هو الف تصوير لي مرة انه لما بيوفاضي يعني ممكن زي ما احنا انا منعمل ريبز جدا انا معتخدش ان هو بيوعد كتير عندوش وقت ولكن ممكن يتفرج على كم كريب فريستايل فيه ناس فيه 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 اغلب بلعيب الكرة زينا زي ما انا كنت حب الكرة جدا فبتحب برضو بالطبيعة اللي بيعمل مهارة بالكرة يعني بس شايف انه فيه كتير ولا قال عن زمان عن الجيل اللي انت مبهور بيه طبعا الجيل بتاع الفترة دي غير زمان حتى في الكرة حتى في مهارات الكرة نفسها تحسي ان السيستم الكرة او طريقة لعب الكرة بقت تكبر اللعيبة ان هما ما يطلعوش مهارات كتير الاهم حاجة مطلوبة هي النتائج طبعا انا مش بلوم ده بس هو للأسف اي حاجة لما بتحاول البزنس ضغط بتبقى يعني بيبقى فيه انفستمنت وفيه استرس جامد جدا عمدير الفني وسترس على الفريق وسترس على اللعيبة وانه كله لازم يطلع نتائج وبقى الموضوع رامي قوي ناحية البزنس فهتلاقي اللي ظهر اكتر دوقتي الفيتنس التاكتكس الاستراتيجيز بتاعة اللعب اكتر من ان انا اخد الكرة زي زمان كانوا بيلعبوا ممكن يعني كلام ده زمان قوي كانوا بيلعبوا بياخدوا وجبة يعني لما فكان الواحد بيلعب بيستمتع زي ده ينبل ايه بقى يمكن فكان بيلعب وبيستمتع وبيطلع لنفسه فيه انما دلوقتي الموضوع بقى مختلف تماما ومليارات في الكرة والموضوع بقى بيزنس بطريقة تانية للعيب ان هم يلعوا براحته يعني نودرة فعلا في المواهب وفعلا زي ما انت بتقول محدش بقى عارف يعني يطلع اللي عنده قوي يعني بالزبط جراسيس مبسوطين جدا ان انت معينا النهاردة وانبساطنا في جد ويعني كان لقاء ممتع قوي انا انبساط جدا معاك وان شاء الله متكونش اخر مرة ان شاء الله شكرا لي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة